أكرم محمد من اليمن يقول صديقي عقد على امرأة قبل زفافه عليها بخمسة وعشرين يوم توفي قبل ما يدخل عليها والزواج كان على ورق ما الحكم في مثل هذا مع العلم أنه يعني يقول جلس أربعة أشهر وهي جلست أربعة أشهر وعشرة أيام وطلبت من أهله أن يعطوها من راتبه هل هذا جائز أم ماذا أكرم محمد بارك الله فيك من اليمن الذي فهمته من سؤالك بأن صديقك عقد على امرأة ما دخل عليها توفي الزوجة هذه جلست العدة أربعة أشهر وعشرة أيام أحسنت هذه الزوجة وفعلت المشروع بقي الآن الزوجة لها حقان حق الأول المهر كاملا لها المهر كاملا سواء كان مسمى أو غير مسمى فإذا كان المهر مسمى يعني قال لها مثلا أنا بعطيك مهر مائة ألف تستحق المائة ألف الآن إذا قال ما اتفقوا على المهر ينظر في مهر مثيلاته البنات اللي مثلها كم تزوج وتعطى وأيضا إذا خلف مال فإن ترث من هذا الولد زوجها الذي مات ترث منه ترث منه بارك الله فيك يعني هي تأخذ الربع إذا ما كان عند أولاد من زوجة أخرى مثلا تأخذ الربع بارك الله فيك لعدم الفرع الوارث فأي امرأة مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها تترتب على هذه المسألة ثلاثة أحكام الحكم الأول أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام الحكم الثاني أن لها المهر كاملا سواء المسمى أو غير المسمى وينظر إلى مهر مثيلاته المسألة الثالثة أن ترث أنها ترث تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث إذا كان عند زوجة أخرى وعند أولاد منها من الزوجة الأخرى لا يكون لها الثمن بارك الله فيك